الإعلاميين الجزائرين في الخارج في سلة واحدة تحت خانة التواطع هناك إعلاميين جزائرين تفاعلوا مع مثل هذه التصريحيات رغم أنهم يشتغلونهم أيضا في قنوات عربية كبرى إلا أنهم ردوا بطريقتهم الخاصة على مثل هذه التصريحيات وهو حال أنيا الأفندية التي قالت لمن ينتظر ربيعا عربيا في الجزائر فهو يحلم باختصار وكانت هذه نالت تعاطف وردود فعل كبيرة من الجزائريين على أكثر من صعيد هذا هو ربيع الجزائر ربيع الورود إن صح التعبير كيف لاه الجزائر تنعم بالأمن والاستقرار عكس حتى دول غربية كانت وإلى وقت قريب تصور نفسها على أنها جنة أو فردوس الأمن لكن الجزائر الآن بسواعد رجالها وتضحيات نسائها واقفة وعصية مثل ما قال لمجلة الجيش في آخر عدد لها هذا ما نشاهده هو تفاعل الجزائريين مع ما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات نحن مع التغيير لكن لن نسمح بأي ربيع يهدم ويدمر كل ما تم بنائه في الجزائر ونسمح بسفك دمائي جزائري واحد هذا هو الربيع الجزائري ربيع عكس أماني وأحلام أو إن صح التعبير أضغاث أحلام بعض ضعاف النفوس كان هذا لسان حال المؤسسة العسكرية التي أكدت مرة أخرى أنه لا شيء يعلو في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة على تأمين حاضر الجزائر وضمان مستقبلها في كنف الاستقراري والسكينة